ومحليا ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بواقع نصف دينار للجرام مقارنة مع اليوم الذي سبق الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح لرؤية إن الأسعار العالمية مع إعلان إصابة الرئيس الأمريكي مرشحة للارتفاع بحسب تطورات الحالة الصحية للرئيس وحول أسعار الذهب في السوق المحلية قال إن سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر بيعا بلغ اليوم 38 دينارا ونصف دينار لغاية الشراء مقابل 36 دينارا وتسعين قرشا لغاية البيع للمحلات من قبل المواطنين أما سعر بيع الجرام من الذهب عيار 24 بلغ لغاية الشراء من محلات الصاغة 46 دينارا وعشرة قروش في حين بلغ سعر بيع عيار 18 34 دينارا وعشرين قرشا وحول سعر اللير الرشادي وزن 7 جرامات فبلغ 270 دينارا فيما بلغ سعر اللير الإنجليزي وزن 8 جرامات 308 دنانير هذا وما زال حجم الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية ضعيفا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأردنيين